وصلت القوات المشتركة الى دوار الحديدة وحصارها للمطار الذي تتمترس في مليشيا الحثي الارابية في حصيلة اليوم الاول حصيلة تقدمات اليوم الاول من تطير الحديدة ومينائها انطلقت القوات المشتركة فجرا صوب مدينة الحديدة ونتج عن هذا التقدم الوصول الى محيط مطار الحديدة بعد التقدم لاكثر من 9 كم في العمق ما يعني بان القوات المشتركة باتت تراهن على الوقت لاسقاط الحوث الذي ارتهن مؤخرا لخطة دفاعية وتوقفت عجلة هجومه نهائيا على الجانب السيطرة التامة تم تأمين منطقة السنترال بالطايف نهائيا وباتت المنطقة باكملية تحت سيطرة القوات المشتركة في سياق متصل ما تزال هناك معارك عنفة تدور في محيط مطار الحديدة الذي حاولت الميليشيات تفخيخه بالكامل واستخدام كافة الاسلحة والاستماتة للدفاع عنه ولم يحسب الحوثي حساب سقوط منطقة المنظر الذي قتل فيها قائد جبهة الحوثيين البراني مع عدد من المقاتلين والمرافقين معه معسكر الزرانيق في الدريهمي هو احد المناطق التي كان الحوثي يراهن عليها ويستعرض فيها قوته بل انه كان من اهم قواعد التدريب والتأهيل والتجنيد لميليشياته الحوثي الذي يواجه هجمة ضرية شمال الساحل حاول في اليوم الاول الالتفاف كالعادة وبذات قطعانه المغلوب على امرهم فحاول بما يسمى كتائب الموت مهاجمة حيس لكنه وجد ما لم يكن في الحسبان وتم دحر كتيبته بالكامل وما تزال ميليشيات الحوثي تحاول الاستيلاء على حيس من جهات عدة لمحاولة تخفيف الضغط على مقاتلها في الدريهمي هذا وتشهد حيس اعتداءات حوثية متنوعة تطال المواطنين بصواريخ وهونات الميليشيات بين الفينة والاخرى